تقديري يوسف لبليلي حتى يوزن تسعين كيلو ترميه الملاعبية القلائل في إفريقيا اللي يتعدلك انكوترا هذا واحد هذا واحد لا يوزن تسعين كيلو ليه لا احمد لو مولا علمية ما ينجمش شو تالع تكنيك يا شو التكنيك رو الملاء والموبة تقدمها حتى تحكي على فوتسار راكنتي را تسعين كيلو ليه لا 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 تحكي معناتا لاني في فوتسار في فوتسار في فوتسار احمد فما مدربين انا لو كنت مسؤول في الترجل انتوسي لما نحتو شرط القيادة البليلي في ماشلة واحد نحط نشارط القيادة وتفضل على كلمك فما مدربين وقت اللي تحكي معاه في خدمته في خدمته عن ملاعبي مثلا موهبة عن ملاعبي نجم يعملك لديفيرانس في اي وقت والملاعبية هذوما كي يجيوا الماتشوت الكبار اللي يحكي عليه مقبيلك اسلام نحكيوا على المقابلات من بعد في الشامبيونزليك صحيح هذوما توحتها في البطولة انت قاعد تخدم على روحك وتترين صحيح هذوما بعض في المقابلات الكبار لم يجيوا هذوما تلقاهم اما تلقاهم يكونوا حاضرين بدنيا بيش تلقاهم اي صحيح احمد قاعد نسألك المدرب اللي حكينا عليه بس قبل هيرا رحبوا بثابت القارب رحبه ثابت شنية ضيعت البلاسة ضيعت البلاسة كيفينا ديما نضيع فيها البلاسة ملحب بيك خليك تراجع عن فاسة احمد احنا غربنا شوية من زاكريان اللي مشينا للبلايلي مثلش خليت نروتوهم ببعضهم الزوز مثلش قلت شوية في البحث عن مدرب زاكريان كان درب البلايلي قبل في بريست عمل حتى التصريحات ضد البلايلي كان ما يشكش يقيمته الفنية لكن يقول لك الملاعب ينقص شوية حتى في في التدريبات في جدية في النحو هذا في العودة في البلاي ديفونسيف نعم في مدرب قلتك يحب الالتزام الدفاعي معتها ذالي بعوته اللقاءه من جديد مع البلايلي نجميع مشكلة إذا كان جائزت احنا فرضيت انه لو جاء معتها احنا ما زال معا المعلومة اللي عنا من مصادرنا ما تراجي تقول اللي هو اقرب واحد اليوم اقرب واحد انا بالعكس انا سيطانته انه يعرف البلايلي من قبل ومن تصوير انه أينترنور يبدأ عنده البلايلي في الليفكتيف متاعهم يكونش معناتها فرحا بها خاطر الكلان الانتكسي وانك تجد البلايلي في تراجري توسي حاجة اخرى هنا أنت معاك واحد من اهم ملاعبية معانتها في التراجري توسي ومن اهم ملاعبية في افريقيا ملاعبة قادر يربح كل ما تشويت ملاعبة مليدير في الفيستير يعرف انا مثلا زاكريان يبدأ العهده في التراجري توسي أنا في بلاستو أول ما نجي للتراجرية التونسي نأخذ شرط القيادة ونمنحه نقول له أنت اليوم القائد في التراجرية التونسي وانت اللي بيش تربحنا والقائد اللي كان قابلوا وينو وياسين مرياح وابن حميد اللي كانوا عندهم الكابيتنا معنا عادت نح يوم مش موجودين معناها أحمد لما وقت ضرورة تكتذي وقت مصلحة المجموعة ووقت المصلحة الفريق ووقت اللي أنت تحب تربح لملاعبيا ذاك خاطرة شو إسلام نجم تقول أي حاجة على البلاي كل حياتنا معايا والجماعية حتى أول حاجة يا سين مرياح كافيتين مش والجماعية دوم لا اليوم مش نحملوا كل مسؤولات ليه 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 حتى زده كيف كيف تحب تشوف زده انتي حتى كما اقول وانا معتا نقول راي هذه المشكلة التي تتحكي فيها احمد راي مش هكي وجه نعطي هكي ومشن الناس الذي يتحدث عن الوائدي لا تريد ي Stewart حسب كيف كيف اني باج ترجمة نانسي قنقر